السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا شباب رجعنا لكم بالريسة الأسبوعي لأسبوع الثامن خلونا نبدأ على طول بس قبل ما نبدأ يا شباب خلونا نبس أقول لكم حاجة واحدة وبعد على طول نبدأ في الريسة الأسبوعي قبل ما تبدأون في المقطع وقبل ما تبدأون في الحماس كله بإذن الله الريسة هذا طبعا ما في أي شيء يعطيكم يعمل الأخير في الأسبوع هذا لكن بس حاب أقول شغلتين أول شيء إذا ما انتم مشتركين على القناة أتمنى أنكم تشتركون وزر اللايك يا حلوين ثاني شيء يا شباب المقطع هذا رح أسحب منا خمسة أو عشرة فائزين في الـ Giveaways اللي أنا قد تكلمت عنها المقطع هذا رح أسحب منا عشرة فاللي حاب أن يشارك بس كل اللي عليكم أنكم تكتبون في الكومنت اسمكم في الدسكورد أي شيء تحبين تكتبونه ولكن أنا أفضل أنكم تكتبون اسمكم في الدسكورد عشان أقدر تواصل معاكم بسرعة فأتمنى أنكم تكتبون اللي تبعونا في الدسكورد أتمنى أنكم تكتبون اللي تبعونا في الكومنت ولكن أتمنى أنكم تكتبون اسمكم في الدسكورد عشان بإذن الله يكون أسهل على التواصل وعشان بسرعة أسلمكم الجوائز طيب شباب هنا أقول لكم بسم الله ونبدأ في المقطع أول شيء أول من دخلنا دستيني زي ما أنتم تشاهدين الفالر الكروسبل رح يكون فيه double rank فاللي لسه ما يلفل أو يبقى يلفل الأسبوع هذا أسبوع يكون في الكروسبل يمجيكم تلفنون مرة بسرعة من نسبة للأشياء الrotation من نسبة للraid هو رح يكون ديب ستون كريبت ومن نسبة لل يا ربي نسيت ومن نسبة لللوس اللوس أكثر أنا إيش فيني اليوم من نسبة للدنجن أنا إيش فيني من أعرف أتكلم من نسبة للدنجن هو رح يكون grasp of Everest هذه من نسبة للأشياء اللي تتغير كل أسبوع وبرضو من نسبة للكروسبل يا شباب رح تكون رفت بالإضافة أنه كروسبل لاب موجودة اللي حابنا يجربها ويلعبها من نسبة للنايت فول يا حلوين رح يكون نايت فول Light Blade أو The Light Blade اللي هو أصعب نايت فول تقريبا في Destiny so far بالإضافة أنه السلاح النايت فول الأسبوع هذا هو المايند بندر فاللي حابنا يفرهم على السلاح المايند بندر اللي هو الشدقن الأسبوع هذا برضو أسبوعكم من نسبة للقصة يا حلوين الأسبوع هذا رح يكون آخر أسبوع في القصة نقول مبروك خلصنا القصة قلن نبدأ على طوال في الستور وبعدها ننهي بالشالنجات الأسبوعية من نسبة للأشياء السيلفر يا حلوين عندنا أوشي حقة المكنسة وعندنا سبارو سبارو مرة شكل خائص ولكن العموم عندنا إيموت ثاني وعندنا أورنمنت لجيد رابط وعندنا أورنمنت للاست وورد أشياء بالسيلفر بالإضافة إلى أشياء البرائت دست في الصفحة الرئيسية عندنا الشيدر عندنا الأشياء وانتم منزم الطيارة غوست اكزوتك بل 2850 بالإضافة إلى إيموت بل ثلاثة هلاثة ومئتين وخمسين من نسبة لصفحة البرائت دست الأساسية يا حلوين عندنا إيموت بل ثلاثة ومئتين وخمسين عندنا إيموت ثاني بسبعمية غوست بل 2850 طيارة بل 2000 عندنا الأورنمنت حقت الماء الكلاس آيتم حقت الشخصيات كلها راح تكون بل 1220 عندنا الأورنمنت حق ويف سبلتر بل 1250 عندنا الأشياء اللي تنحط فوق القوست وثلاثة أشياء وانتم منزم الطيارة وأربع شهدرات يا حلوين من هذا من نسبة لأفير ستور خلونا نبدأ أعطوه في الشالنجات الأسبوعية وراح ننهي المقطع على السريعي حلوين من نسبة لأسبوع الثامن ما عندنا غير ستة شالنجات زم يتم شايفين خلونا نبدأ فيها على السريع من نسبة لأول شي حلوين أول شي طالبين مننا نحن نرجع الريلك الأخيرة اللي هي الريلك الثامنة للهلم بالإضافة أنه يبقوا نذبح طبعا ما تفرق وين تذبحون ولكن إذا ذبحتوا الشامبيون في كتشا كراش أو الإكسبديشين راح يحسب لكم نسبة أكثر طبعا إذا ما لي غلطان أتوقع أنها خمسين شامبيون أو خمسة وعشرين شامبيون شي زي كده ولكن ترى مرة سهلات سواء أنتم قاعدين تلعبون ماستر كتشا كراش راح تلقون مرة كثير في شامبيون أو قاعدين تلعبون الإكسبديشين برضو في شامبيون ولكن أنتم حظكم في الإكسبديشين أنا عن نفسي أفضل أن أدخل النايت فول وروح أذبح وميناك وخلص منهم وفتك بالنسبة للشالنج اللي بعد يا شباب يبغانا نجمع الماب فراغمنتز والتريجر كوردينز طبعا هذه المفروض أنه أصلا أنتم قاعدين جمعونها طول فترة السيزن كامل مبدأت ما أول مبدأ السيزن إلى الآن إحنا قاعدين نجمع من المتيري لهذا فالمفروض أنه الشالنج هذا يكون عندكم مخلصين وعرضوا الخدوء ونقول مبروك خلصنا الشالنج الأول الشالنج اللي بعد يا شباب يبغانا نذبح برضو تشامبيونز ولكن المرة هذة يبغى أو بوسز طبعا حطوا في بالكم تشامبيونز أو بوسز في الكتشا كراش فدام أنها فيه تشالنجين نفس الشي فأنا أقترح برضو عليكم أن تخلصونا للشامبيونز اللي هنا برضو في الكتشا كراش في الماستر وراح تخلصوهم مرة بسرعة من نسبة للشالنج اللي بعد يا شباب يبغانا نوصل الـ power level حقنا الـ 1580 أتوقع الأغلبية وصل الـ 1580 اللي ما وصل أتمنى أنكم توصلون في أسرع وقت أو أنه للحظ يكون معاكم أن تنزلكم الأشياء اللي تبغانا عشان توصلون الـ 1580 بالنسبة للشالنج اللي بعد يا شباب يبغانا نلعب أسلحة معينة الأسلحة هي machine gun scout rifle أو side arm طبعا إذا قتلتوا قتلات ورا بعض راح يحسب لكم نسبة أكثر أو إذا قتلتوا غارديانز راح يعطيكم نسبة أكثر طيب هذا من نسبة للشيالنج اللي قبل الأخير من نسبة للشيالنج الأخير يبغانا نجيب الـ ornament حق الكروسبل ornament ماعلش ornament والله مايمتكد زبدأ الـ ornament حق الـ بنسبة لـ يعني ما تفتحونها حاولوا تجمعوا منها إذا تقدرون إذا ما عندكم مساحة وقلتوا خلاص طز عادي يفتحوها ولكن في مشكلة في البرايت إنجرام إنها تنزل لكم أشياء قديمة أو أشياء مكررة عندكم فاللي حاب أن يمسكها فعنده ما يريد يصرفها فرصتكم أنكم ما تصرفونها عشان إليه ما يصلحون للقرج هذا الغبيل يساير غير كذا يا شباب ما في أي شيء في السيزن هذا أو معلش ما في أي شيء في الأسبوع هذا طبعا من نسبة للأسبوع الجاي بإذن الله راح يكون إيفنت الهالوين وراح أشرح لكم كل شي فيه بإذن الله من البداية للنهاية بإذن الله في أول يومين بالكثير يعني برح حاولي أشرح لكم كل شي فيه زي ما سويت مع إيفنت الهالوين بإذن الله طب شباب هنا وصلنا لنهاية المقطع برضو حاب أن يذكركم مرة ثانية يا شباب إنه لأت إذا ما انتم مشتركين في القناة لا تسنسون لكم تشتركون وزر اللايك يا حلوين وبرضو حاب أن يذكركم بخصوص الجيفووي المقطع هذا راح أسحب منه بس عشرة فائزين والمقاطع الجائرة بإذن الله راح أبدأ أسحب أكثر يعني كل مقطع تق عامة ولكن المهم راح نوصل إلى ثلاثين فائز بإذن الله الأموم اللي حاب يشارك أتمنى أنكم تكتبون اسمكم في الدسكورد في الكومنتز وبإذن الله راح يتم السحب خلال تقريبا ثلاثة أربع أيام راح أعطي فرصة للناس لنا تشارك ممكن أسحب بعد أسبوع إذا شفت أنه ما في ناس كثيرين شاركوا عشان نعطي فرصة أكبر للناس كلها لنا تشارك طيب شباب إن وصلنا نهاية المقطع شوفكم بإذن الله في المقاطع الجاية سلام عليكم